اشتركوا في القناة وهو في السادسة عشر من عمره وكان تأليف هذا الكتاب وسط حرب طائفية طاحنة ما بين الكاثوليك والبروتستانت في القرن السادس عشر وقد نشرت هذه القطعة بعد وفاته من قبل الكتاب البروتستانت المعارضين للملكية المطلقة على العموم نشر هذا الكتاب بعد وفاة المؤلف جعل الناس تتجه اتجاهات بمن يقصد هل يقصد الملكية في فرنسا ام انه يتكلم عن الاستبداد بشكل عام وهنا يجب التنويه ان محاولة اسقاط الكتاب العام على حدث بعينه قد يؤثر على محتواه فلو قرأت مثلا مزرعة الحيوان لجورج أورويل وفهمت ان المقصود بالشخصية الف هو ستالين والشخصية باء هو هيدلر الى اخره فربما لن تستطيع ان تتصور ان محتوى الكتاب قد يسقط على واقعك الذي تعيشه او ربما لن ترى التطابق الكبير بين واقعك وبين الكتاب ان جاء في ذهنك انه يقصد فلان فقط من كلامه على العموم يلاحظ من لابوسيه انه له طلاع جيد في التاريخ القديم تاريخ الاغريق والرومان ودائما ما يحاول تشبيه كلامه النظري بامتلة من التاريخ القديم وفي ذات الوقت حاول مترجب المادة صالح الاسمر ان يفسر في هوامش الكتاب من هي هذه الشخصية وما هو هذا الحدث الذي اشار اليه المؤلف وهذا الاسقاط والتمثيل يوضح الصورة بشكل كبير جدا اذ يقال بالمثال يتضح المقال فقط بقيت نقطة وردت في المقدمة وهي كلام المقدم يقول من لا يقول ان التفاسير تضاعف الشكوك والجهل فأي كتاب انساني او الهي يهتم به عالم ذلل التفسير من صعوبته هذا ليس باطلاق فالتفسير يجل الغموضة ان كان الكلام في اصله محتملا او متشابه فيكون التفسير حاملا النص على معنى معين بقرائن متعددة وحالة التغبيش غالبا تحصل انعكست العملية فيكون النص في اصله واضحا ولكن التفسير يبدد هذا الوضوح ويحوله الى نص غامض بشكل متعمد او كما يقول ابو الحسن الندوي غضت الكتب بالحواش والتقريرات والتلخيصات والمتون التي ظن فيها مؤلفوها على القرطاس وتعمد التعقيد والغموض فالحاشية هي ما عقدت وزادت النص الاصلي غموضا وكذا تكلم عن تجذر العبودية لدى الشعب حتى بات يعظم من يستعبده وعبر عن ذلك في قوله اي بؤس واي ترذيلة او بالاحرى اي ترذيلة بائسة ان ترى عددا لا يحصى من الناس لا يطيعون فحسب بل يخدمون ولا يملكون شيئا بل ان حياتهم نفسها ليست لهم وهم عرضة لأعمال السلب والنهب والفجور والقسوة لا من قبل معسكر اجنبي غاشم يجب عليهم ان يبذلوا ذماءهم وحياتهم في مقاومته بل انهم يقاسون كل ذلك من واحد لا هو هرقل ولا شمشون وانما هو غالبا ما يكون اجبن واخنث هذه الامة لا عهد له بغبار المعارك مع بعض التصرف مع العلم ان الكثير من الرؤساء المستبي الدين لم يخوضوا حروبا ولم يقفوا على رأس جيوشهم ولم يدخلوا المعارك وهذا بخلاف الطغاة المستبي الدين في الازمان السابقة الى مطلع القرن العشرين الكثير منهم تراه لا يترأس البلاد الا بعد ان يقود المعارك بنفسه ويسحق بها خصومه وكذا تكلم عن ان الشعب الذي يتخلى عن الحرية ويستمسك بالعبودية فانه انحط الى مرحلة ما دون الحيوان فالحيوانات اذا ما تم اقتناصها فانها تبدي مقاومة شرسة تستخدم فيها المخالب والقرون والمناقير والاقدام معربة بذلك عن عظيم تقديرها للحرية التي فقدتها ما الذي يريد ان يقوله الفيل حين يوشك ان يقع في الاسر فيدافع عن نفسه حتى اخر رمق ثم يغرس فكيه في جذوع الاشجار ويكسر نابيه سوى ان رغبته العارم في البقاء حرا توحي اليه ان يساوم صياده على ان يترك له حريته مقابل حصولهم على نابيه العاجيين متحملا دفع هذه الفيذية في سبيل حريته كما يقول لابوسيه تكلم عن ان اثر المجتمع وما ترسخ فيه احيانا يفسد فطرة افراد الشعب للحرية واحيانا الذي لم يعيش الحرية لا يعرف قيمتها فيستغرب ممن يرفض العبودية ويرى انه اضاع فرصا ثمينة على نفسه وضرب مثلا بقصة حصلت بين بلاد فارس واسبارتا ارسل الفرص الى اسبارتا رسولان فقام اهل اسبارتا بقتلهم ثم اتفق اهل اسبارتا ان يبعث برجلين منهما للفرص ليفعل بهم ما يشاء انتقاما للرسل الذان قتلا وتطوع لهذه المهمة اتنين من الاشخاص وفي طريق ذهابهم الى ملك الفرص وصلا الى قصر قائد الجيوش الفارسية على جميع مدن اسيا الواقعة على ساحل البحر فاستقبلهما وقال لهما تعرفا كيف يكرم الملك اولئك الذين يخدمونه واعلما انكما اذا ما اصبحتما من اتباعه فسوف يفعل لكما من المكرمة ما فعله لي فاذا دخلتما في طاعته وعرفكما فلن يعود اي منكما الا وقد اصبح اميرا على مدينة من مدن اليونان فاجابه الاسبارتيان انت يا اندار لم تحسن نصحنا في هذا الامر لان النعمة التي تعيدنا بها خبرتها انت لكنك لا تعرف النعمة التي نتمتع بها نحن لقد حضيت بانعام الملك عليك غير انك لا تعرف شيئا عن الحرية ولم تذق طعمها ولو انك ذقتها لنصحتنا بالدفاع عنها لا بالرمح والدرع فحسب بل بالاسنان والاظافر ايضا انتهى وهذا تراه في واقعك الان فلما يحدث احدهم عن الظلم والاستبداد الحاصل تجد الاخر يقول هل تريد ان يحصل لنا ما حصل في سوريا فهو يقبل بالعبودية ويستغرب من محاولة البعض النيل من الحرية ويستنكف وقوع ضريبة ذلك على هذه الشعوب ورحم الله سيدا لما قال ان ضريبة الذل افدح من ضريبة الكرامة وان تكاليف الحرية اقل من تكاليف العبودية دراسات اسلامية الصفحة 127 وتكلم عن الدولة العثمانية وقال هذا ما ادركه سلطان الترك كل الادراك ادرك ان الكتب والعقيدة هما اكثر ما يعطي الناس الاحساس والفهم ليتعارفوا ويكره الطغيان اعني بذلك ان اراضيه خالية من اهل العلم والمعرفة وانه لا يطلبهم فاحيانا من مصلحة الطغاة اشاعة الجهل بين الناس وعدم توعيتهم وبنفس المنطق تعامل البيضو الامريكان الذين استعبدوا السود فحرموهم من العلم والقراءة والكتابة لان ذلك في ظنهم يفسد العبد فيتوق للحرية ويهرب من الحقل وارجع ان شئت الى كلام العبد الاسود السابق فريديريك دوغلاس عن اثر العلم والقراءة عليه وبالاخص بعدما قرأ كتاب مذكرات الرجل الكولومبي فجعله يزيد بصيرة في واقعه ويكره العبودية زيادة مما قد كرهها سابقا ونص المؤلف يذكرني بنص قديم قد قرأته للأستاذ عمر محمود يقول فيه الدولة العثمانية هي من صنعت المدفع وكان عندها اقوى قوة عسكرية ضاربة لكن كان خطاؤها خلوها من حركة الوعي والعلم في داخلها وكذا تكلم عن قضية الهاء الشعوب عن قضاياها السياسية بفتح مراكز اللهو والخنى والدعارة والحانات وهذا اسلوب ناجع وضرب مثلا بسيطرة كسرى الفرص على مدينة سرديس فثار اهلها ولكن لم يشأ ان يدمر مدينة فائقة الجمال ولا ان يحتمل عبء ابقاء حامية كبيرة فيها لحراستها فعمر بفتح مواخير وحانات الدعارة وشرب الخمور وملاه للألعاب الشعبية وما انفتحها حتى انجذب الناس اليها وانغمسوا فيها ونسوا قضيتهم السياسية وقال بعدها لابوسي كلمة في غاية الدقة ان الطغاة لم يصرحوا جميعا بانهم يريدون تخنيث رعاياهم غير ان ما امر به الملك الفارسي بشكل صريح وحازم قد سعى غالبيتهم الى تحقيقه خفية تستطيع الحكومات ان تكون حازمة وصارمة وتتبع الحسابات التي تروج للفجور وتظهر شراستها امام من يحث ويمارس الفجور ولكن تراها تتحرك ببطء ولا تتحرك غالبا او في الكثير من الاحيان الا عندما تكون القضية رأي عام او من يمارس الفجور مارسه بشكل علني وبالاسم والرسم فانظر مثلا الى همتها في تتبع الناشطين السياسيين اصحاب الاسماء المستعارة واختراقهم والايقاع بهم ثم تأمل تحركها امام اصحاب القضايا الجنائية التي تفسد المجتمع حتى تعلم مدى جديتها وانت ترى نتاج ذلك على نفسية الكثير من الشباب الناشئ اذ يصبح غاية مراده وامله هو ممارسة الجنس والزنا والمتعة واللهو وبذلك استطاعت الحكومات ان تحيذ خلقا كثيرا من الشباب وكذا تكلم عن الولائم الكبيرة التي كان يقيمها الامبراطور الروماني نيرون للدهماء وعامة الناس التي تتهافت الى لذة الفم قبل اي شيء وكل هؤلاء كانوا يقولون في هذه الولائم عاش الملك فيعلق هنا لابوسي بتعليق رائع ويقول وما كان الاغبياء يفطنون الى انهم يستعيذون جزءا مما هو في الاصل لهم وان الطاغية ما كان ليجود به عليهم لو انه لم يسلبهم اياه في السابق فالكثير من النعم والخيرات التي يتنعم بها الطاغية هي في الاصل منهوبة من المال العام للشعب فعندما يعطيك مكرمة فهو في الاصل يرجع ما هو لك لا ان يتفضل بما هو ليس لك ثم ان هذا اللهو والولائم هي التي جعلت الشعب الروماني ينسى كل ما صنعه المستبد الطاغية نيرون ويأسف على موته كل الاسف وقلت وهذا حال مشابهة لحال المصريين فمثلا يذكر طبيب فرحون سنوحي في مذكراته التي وجدت باللغة الهيروغليفية انه لما مات فرعون رأيت الجماهير المحتشدة والتي لقي كل فرد منهم على حدة من بطش فرعون وسياطه اذى وعذابا تجهش بالبكاء والامر لم يقف عند ذلك ولم يقتصر عليه بل ذكر قصة الوجيه الثري اخناتون الذي رفض ان يعطي كل ما يملك لفرعون فعاقبه فرعون ان استولى على كل ما يملك بالقوة وقطع يديه ورجليه والقاه في الشارع عاريا ليكون عبرة لغيره ولما نجى من الموت وكان حلم حياته ان يقتص من فرعون فيقول الطبيب انه حتى هذا رأيته يبكي وسط الحشود حزنا على فرعون هذا واحد ثانيا احيانا الشخص منا يشكر الحكومة ولا يشكر الله رغم ان المنة والتفضل هو لله يعني مثلا حياة الطرف الموجودة في الخليج لم تكن لولا ان الله انعم عليهم بالنفط فالخدمات التي تقدمها الحكومة والرواتب المرتفعة نسبيا بالمقارنة مع بقية الدول العربية كل هذا لم يكن لو ان الله لم ينعم علينا بالنفط فالشكر يجب ان يوجه اليه هو اولا لا ان يحذف من قائمة الشكر وتخص بها الحكومة وان لا من قرأ تاريخ المنطقة وبالاخص قبل النفط لعلم ان الحكومة من غير هذا الدعم وهذا المال لما ضربت لك اعتبارا ولمتك ما مات اجدادك بالطاعون وغيره من الامراض والحكومة تتفرج او في احسن الاحوال لا يسعها فعل شيء وفي الختام تكلم عن المتملقين بكلام جميل وثم اعقبه بالكلام انه حتى هؤلاء المتملقين قد ينهشهم الطاغية بعد ان حردوه لينهش خصومهم او خصومه فالطاغية لا يقف عند حد ثم تكلم ان الطاغية لا ينهش في من عاونوه يوما وكانوا في صفه فحسب بل حتى في من صنعه مثل قصة غريبية زوجة الامبراطور الروماني التي قتلت زوجها لاجل ان تضع ابنها على رأس الامبراطورية ولم تتردد بارتكاب اي فعل من اجل تحقيق هذه الغاية وبعد ان نشأ ابنها في كنف ام هكذا كان طبعها تعلم طبعها ثم عاملها به فاولا اصبح يهينها بشكل متكرر امام الناس ومرغ بكرامتها التراب ثم قتلها والامر كما قال الشاعر العربي البغي يسرع اهله والظلم مرتعه وخيم وهذه بعض الاقتباسات التي مررت بها اثناء قراءتي للكتاب صحيح ان الناس في البداية يخدمون مكرهين ومقهورين بالقوة غير ان الذين يأتون بعدهم ولم يسبق لهم انذاقوا طعم الحرية ولا يعرفون ما هي فيخدمون غير آسين ويقومون طوعا بما قام به اسلافهم قصرا من المؤكد ان الطاغية لا يطمئن ابدا الى استتباب سلطانه ما لم يصل به الامر الى القضاء على اخر رجل ذي مكانة ونباهة في رعيته فهؤلاء الطغاة لا يقترفون شرا خصوصا في نتائجه الا مهدوا له ببعض العبارات الجميلة عن المصلحة العامة ورفاهية الجماعة انظر الى قواسي الطاغية انظر الى حراسه انظر الى رماحيه تجد ان هؤلاء الخاسرين والمنسيين من الله والناس لا يعانون منه احيانا فحسب بل انهم سعداء بان يتحملوا الاذى لا ليذوقوه من اذاهم بل لينزلوه باولئك الذين يتحملون الاذى مثلهم ولا يسعهم الا الصبر عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر